وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 94 قضية تموينية بمضبوطات تقدر بنحو 135 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 8 أطنان سلع غذائية مختلفة وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 72 طن وأما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فقد تم ضبط 53 طن أسمنت